معارك عنيفة خاضتها القوات الأمنية خلال اليومين الماضيين استطاعت من خلالها الدخول إلى منطقة الصوفية وتحريرها بالكامل من تنظيم داعش الذي تكبد خسائر كبيرة في ظل استمرار التقدم الأمني لتطهير الرمادي قاطعاتنا باشرة بتطهير ما تبقى من منطقة الصوفية في محافظة الأنبار تم القضاء على دواعش في هذه المنطقة إن شاء الله كامل منطقة تحت قبضة قواتنا الشيء المفرح اليوم والأيام السابقة هو تحرير الأعداد الكبيرة من عوال الأنبار وإخلاقهم إلى مناطق آمنة إن شاء الله العملية حاليا مستمروا مع المنطقة حاليا إن شاء الله مثلما تشوف الأبطال كلهم أصاروا عزيمة على القتال وملاحقة عناصر داعش القوات الأمنية ما تزال تتقدم بشكل مكثف لتطهير ما تبقى من مناطق الرمادي في المحور الشرقي خصوصا مناطق السجارية والبغانم التي أصبحت أزاء كبيرة منهما ضمن نيران قوات الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر ما باقينا الشيء راح ندخل منطقة البغانم وحررنا كثير من العوال المحاصرة وما بقى إلا القليل إن شاء الله نقوم بتطهير الرمادي بالكامل حورنا العوال الحمد لله وشكر خليناهم إلى مناطق آمنة والحمد لله وشكر سيطرنا وقتلنا من داعش الكثير وأسرنا من العيدهم الحمد لله وشكر وما بقى إلا القليل الحمد لله وشكر نبنى هذه المنطقة إن شاء الله واصلين نزف البشرة السارة لأبناء الأنبار وخصوصا إلى أبناء الأنبار مع تحرير الصوفية وصلت أفواج كبيرة من قوات الشرطة الاتحادية إلى الرمادي للمساهمة في عمليات مسك الأرض بالمناطق المحررة بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التحرير والقضاء على تنظيم داعش بالكامل في الأنبار